يعني انا عم اعماد عشان بتكلم معاك بالرصول تعمل معايا انا كده عايز تكوني? هنأكل مين يا واد يا هاب? يا ولد اتكلم كويس يا ولد انا بنتي تتائل بالدهب. دهب 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 دهب. ما بيتك اللي تتائل بالدهب دية هي اللي تردتني وتردتني برا الشقة وغيرت الكلون وكل ده ليه? عشان خلط بتلتمية جنيه. اقول لك ايه? انا جايبك هنا عشان تعقل بيتك وترجحها تعيش لو عايزة تعيش. وهي مجنونة عشان يا جدعان ابوس ايديكم. ابوس ايديكم. الطريق زحمة والدنيا واقفة. ما تدخلوش الشيطان ما بينكم. لا دخلوا بينا عم احمد الشيطان. الشيطان هيدخل ويفضل اقل بينا. لحد ما بنتك ترجح تعيش معايا زي ما نعايا. دخل الشيطان وريني. وريني اهدام بينا. وريني. حظ المنايل ده. ميكروباسو في مصر. انا شغلي كله كان كبريهات ووصالات امار مكيفة و. بصة باش مهندس عشان نمشي. حضرتك هتشتموا. انت ترد عليش تيمة يستحسن تكون قذرة. يا سلام لو مدت ادوكو على بعض. ويا حبازالة وقتلتو عشان نخلص. يلا. لموا بقى الاجرة مع الراجل اللاحمر اللابس هندي ده. لموا بقى الاجرة يعني ايه. انت ما تعرفنيش. انا الشيطان. شيطان. شيطان ميني عم الشابح. لا احنا عفانيتي الاسفالت. لام الاجرة. حاضر. انا عم الشيطان انت هتا بعشين. مش. مين من عشرة. اوكي. واحد من خمسة. مش. ايه يا اخواني. يا جماعة يا جماعة انا انا ماليش في الحساب. انا انا اصلا بخاف من الحساب. يا اصلا لو سمحت انا مش هدفع. انا جاي في شغل. انا مال انا جاي في شغل ولا جاي في تاكسي. انت راكب في العربية. يعني اتلم الاجرة. وعلى الله تغلط في الحساب. لو كنت حسبتها كويس زمان. ما كانش ده بقى حالي. انا انا بخاف من الحساب. يا باش مهندس ما تشتموا بعض عشان امش. اتفع يا اهام. اقول لك يا عم اعماد انا مش هايز اغلط فيكم. يا عم اعماد انا مش هايز اغلط فيك. لا اغلط. انا ماشي. انا مدينا عشرة يا بان. ايه ده فن المية دي عشرة قدامي هي تقلو. ده انا لما ده انا هايز انا هجي قدام بليز. المكان ده محجوز يا عم الشبح. محجوز لمين? اعتبر نفسي مسمقتش اسرائيل ده هو. كرسي القدام محجوز يا ستا? محجوز? ده انا اللي محجوز. اعتبر نفسي مسمقتش الكويش كانت. ترايح رمسيس? رمسيس? ده انا بقولك ايه على النعمة انها مكننش رايحين لأمسيس اصلا بس الناس دي كلها هتروح لأمسيس عشان خاطر اركبي يا ابا خرابي عسل يا ابن الابلسة الاساس ازا بتقول خلاط ماينفعش كده حضرات انت قاد ساكت ليه مش فاهم انت هتروح وانت دمت محروق بالمنظر ده ازاي طب اشتموا يعني اسبلوا الملة اشتملوا اي حاجة حتى لو خفيفة يعني ايه السلبية اللي انت فيها دي حتى مش حلوة في السي في بتاعتي إنبي اخويا تاخد الودة دي اه واحد عبر المحذرة له الرابعة لا 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 يا ست ايه ده انا انا الشيطان الشيطان؟ طب والنبي وسويس له في وده شوية يمكن ينام الشيطان قال امان لو شوفت حماد اخوه ايه ده انا ممكن اوسويس له ويطلع جاحد واليبهدلك عشان ايه ده ايه ده ايه العرف ده بيتطلع حاجات مورف جدا إنت تردعي فيه ايه ده ما فيهوش صنطى فاضي يتردع لا لا ايه اللي اردع ده انا انا جاي هتحاسب هنا ولا ايه? لو سمحت يا مام, وسعي. سبع قبل ما تنزل يا ياشت. اكميتين جنيه سبعيت المتين. لو سمحت لو سمحت خليني انزل وسعي. اتفاضل انزل. لا انا بقولك وسعي افقك وسعي مدركك. بقولك وسعي فيزيكل. يا ايه? وهي؟ الفيزيكل؟ الحاني يا اخوي بيقول لي فيزيكا. يا نهار اسود. فيزيك الف عربيتي. اه. اه. انا عايز اخرج اكثر من جهنم. انزل. انا عايز انزل. اه. اه. لا لا تجورس القلب قفل على ديلي. اه. انتم تدخلوا على خلاط. ومش حسين بالخلاط الكبير اللي انتم حشين فيه. شفت يا مهزق. اه. فرجت علينا الناس. خليت اراجوزات تعلسوا علينا. والله ما حد عارف من الاراجوز انت ولا بيتك? اراجوز? ايوه اراجوز. عندي فكرة. انا عندي فكرة حلوة. اخذوا الشدار. وحد الله. اله 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 اله. وان تدعوا الله بقى يصطط. يصطط في البتح ده وشغل القرآن. خلينا المفروض ان اللي بيقرر يتمرد على المواصلات العامة ويحل الكيس ويركب تاكسي ده بيكون حد عاوز يريح نفسه يشتري جماغه ان شاء الله ما حد حوش بقى مظبوط يعني هصر الفلوس عشان استريح مش كده اللي بيحصل في الغالب يا معلم بيكون عكس ده تماما ازاي انت لو استجمعت شجعتك وقررت توقف تاكسي كويس قررت ليه بقى ان شاء الله مين حضرتك ها مين انت عايز تاكسي تلاقي تاكسي بالسهولة دي لا طبعا انت قررت مع نفسك ده قررت ما ده ده فيه ناس بتتدخل في الامور ده فيه حاجات اكبر مننا بتسيطر على الحاجات دي كل شيء بقوان والصبر طيب اتقل كده اوقف بقى الساعة لربعة لصلاح سلم واستنى تاكسي يعدى او يهدي لما يعدى مش ب قدام ها موقف وضع كده استعداد وهترمي اسم المكان اللي انت عايز تروحه في لحظة مصوتك في ودن يعني في الوقت ده المعدة التاكسي كده ودن السواق قدام بقى هتقوم رامي الكلمة على طول ثانية قبل ثانية بعد خلق اللي باست كده مفيش لو اسم المكان اللي هتروحه طويل تختصره لازم اختصار زكي بحيث تدوس على الحروف المهمة اللي توصل المعنى عشان ننجز في جزء من الثانية ازاي يعني مثلا لو رايح مصر الجديدة لو قلتها زي ما هي كده خلاص تبقى انسى مفيش تاكسي انسى هتقوم في الشارع طول عمرك مصر الجديدة لا خلاص اوه دلوقتي في الدقي انسى هنعمل ايه هنقول الجديدة بس هنحط قبلها الصدوة بتاعت مصر دي يعني سجد جديدة خدت بالك تمسحب الصدوة فهم الراجل تمام ووكي ادي نقطة مهمة جدا بس دي عايزة عايزة تدريب اللغة ويعني مرض بدنية لا بص اديك مثال تاني انت من سبع تمنى امثلة كده هتعرف كل المناطق اللي في مصر الليل حاجاز في حاجات طويلة وفي حاجات عادية عندك مثلا ا ايه مثال تاني لو رايح ارض اللوة برضى هتقول ارض اللوة لا مفيش لازمان هو دفعته بقت اللوة ايه ده اختصر فبتاخد الضاد بس بتاعت اللوة بتاعت الارض ها دلوة ها دلوة ها دلوة ها دلوة ها دلوة ها دلوة ايوة بالظرط تاكسي وقف تاكسي بقى دايما يعلمك انك تبص البعيد هو بعد ما بيقلبها في دماغه كده يعني مصر الجديدة وهسلم وردية اعدي على الوقت بحوك على القهوة وحون شيء حلو يقوم وقف لك بيكون وقف فين وقف بعيد بقى فانت تبص لبعيد طبعا نجري بقى بسرعة بلما غير رأيه واركب دي كبت حمد الله على السلامة بص بقى معلم البروجرام جوه التاكسي كالادي معانا اولا توك شو كلام عن احوال البلد تحليل الموقف السياسي الراهن ومحاولة استدراجك لمناظرة سياسية عباسية السخنة اي حد عايز اعرف انت ايه عايز اصنفك باي شكل فتليه عمال يجرب كده يروح ويجي فانه هو مثلا يبتدي يقول لك يعني استغفر الله العظيم يعني الل الناس دي عايزة ايه مالهم ما احنا زي الفلق برضو مش جاي معا انا اقول لك بقى نصيحتي في الحتة دي اي حاجة يقولها لك سواء التاكسي في المنطقة دي يمين الشمال هتقول جملة واحدة بس ربنا يصلح الحال بس هم من ثلاث كلمة ما تكترش ربنا يصلح الحال ربنا يصلح الحال قال لك يرديك كده يا باش مهندس اللي احنا فربنا يصلح الحال كده بيتزنق وبيغير النظر كده بيستدرجون الحال بيسحبوك طبعا ما عايزك شفك عايزة ربنا يصل على طول انت طول الطريق يقول لك اي حاجة ربنا ان شاء الله ربنا يصلح الحال في معانا في البروجرام كمان حالة فقدان الهوية ده منتشر جدا ومعروف بيتعرف من اول لحظة تلاقي كلام السواء ابتدى بايه على فكرة انا اصلا مش سواء تاكسي يبدأ الهاري بقى بعدها ساعات بيبقى لسه راجع من امريكا من اسبوع كان شغال في ناس او هو دلوقتي نازل في مهمة سرية اي حاجة المهم ان هو مش سواء تاكسي النوع ده بيبقى محتاج احتواء يعني ادي له ثقة في نفسه حسس انك سعيد معاه زي ما هو بغض النظر عن اي تفاصيل وان ماضيه ما يفرقش معاك في حاجة ولا اكذروا التاريخية هتأثر على رحلتك وعلى علاقتك احتويه فاهم؟ طب طب عليه كده انا بحبك زي ما انت انت ليه عايز تفهمني حاجة تانية انت جميل وطبعا اوعى تقترح طريق على السواء اوعى هيقعد يسألك وبتاع وبش عارفك ترد السؤال بسؤال قال لي هو اللي يختار لانك لو قلت اي اقتراح وطلع الطريق فيه زلط مثلا على الارض هنقرزك بالكلام طول الطريق سيما قلنا اخدنا الكوبرة يا باشمونس يلا كان لازم تمشينا بالطريق اللي فيه مطبات هواية ده والشقلبة اللي احنا فيها هتحزن على ايه سيبه هو يعمل البتاع وقعد انت نقرازه لو حبيت لو انت فاض يعني طبعا انت هتفكر تركب اي مواصلة تانية غير التاكسي غلطان لان مشاكل التاكسي على قد حجمه بص في المواصلات عندنا في قاعدة كلما المواصلة كبرت مشاكلها كبرت معها يعني مثلا الميكروباس انت مش هتعرف تقعد قدام ابدا الا لو معاك كارت من شخصية م مرموقة مثلا لو اعدت في اي مكان مش هتتبست ونصيحة مني لو عايز ما تتعبش في المواصل اقعد على الكنبة المقدسة الكنبة المقدسة دي اللي هي الكنبة الاخيرة وانت قاعد على الكنبة دي انت ملك ما بتلمش اجرى ما بتنزلش عشان تنزل حتى واي ان كان اللي هتقوله الناس هتاخد به ليه لانهم مش شايفينك صوتك جاي من اخر الدنيا كده عارف يا شيوس اللي صوته عامل كده ده بيبقى بيتكلم صح غالبا انما بقى لو لا قدر اللاكنة الكنبة الاخيرة مليانة يبقى انت ك خاصة لو قدام او على الكرسي القلاب حتى شوف اسمه اسمه قلاب يعني ملوش امان في ثانية يغضر بيك المترو مثلا لانه اكبر مواصلة موجودة دلوقتي يعتبر ده مرحلة الوحش مليان اكشن بقى من اول السلم شراء التذاكر انت لو بتاخد التذكارة ببالاش مش هتلاقي الناس بتموت نفسها على الشباك بالشكل ده الساسبينس اللي عند الماكنا اللي بندخل فيها التذكارة عشان نعدي دايما بيبقى فيه ست ماكينات واحدة بس اللي شغالة تقريبا بيعملوا مسابقات اللي تقرلوا عدو في اوبر كل ما بتيجي سيرة الاوبر تلاقي سواء التاكس بتادي يقول كلام مش مفهومش صلى على عزيزة على عزيزة حاجات مش مفهومة بس بيدايقهم عدو وكده انا بحس ان الفرق بين اوبر والتاكس العادي عامل زي الفرق بين الراجل قبل الجواز وبعد الجواز اوبر بقى بيبقى عامل ايه زي الوادي الشيك مرحلة الخطوبة لبس جديد مكوي ستايل اخر موديل سينجة عشرة بارفان فواحة صبت زي اوبر عربية فولة اخر موديل فيها فواحة بينك ما يسألش رايحة فين انا معاك يا روحي انت تقمريني تكلميه اي وقت يجي لغاية عندك كده تاكس العادي بقى عامل زي الراجل بعد الجواز خلاص ثقف الثقة بين الطرفين ارتفع ضمن الست يعني في كواس انها ما تستغناش عنه او لا ومتأكد من جوانها بتحبه ومحتاج له الاسباب تانية كتير خالص غير الشكل والريح او ليه بقى لابس لبس مكرمش موديلات عجيبة شبش ببصبع ولا فواح قصدي يعني ولا برفان ولا كلونيا ولا الكلام الفائغ ده كله خلاص خلاص خ الحلقة بقت متينة وعميقة واش محتاجة الشكليات دي لكن فيه سواقين تاكسي زي العسر عموما انا دايما بنزل من التاكسي والسواق صاحبه مجد والله انا في بيتي عامل زي التاكسي لا بيانت من الاخر يعني مش اوبر خالص مراته هي نازلة من البيت تطلو فلوس فقولها والله قبلة يعني البنزين غلي والعدات بايز زي ما حضرتك شايفة كده انا اصلا ده مش بيتي يعني انا شغال عليه بعد الظهر هم حاجة بس هو انت نازلة بالله يعني بالراحة على الباب كده وانت بتقفليه و ربنا يسر لك طريقة مدام شوفت نفع التاكسي والأنت يرايك والله ربنا يصلح الحال ده فيهم